اشتركوا في القناة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأتقياء الباررة وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الأفاضل حديثنا في هذه الأمسية الإيمانية المباركة بعنوان اتحاف الفضلاء بأحكام يوم عاشورة نتحدث إلى أحبابنا عن بعض الأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة بيوم عاشورة ويوم عاشورة هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهذا اليوم هو من أيام الله العظيمة لذلك عظمه الأنبياء والصالحون في كل زمان ومكان وقد ورد في الترغيب في صومه جملة من الأحاديث أخرجها العلماء في مصادر السنة في الجوامع والسنن والمصنفات وغيرها بل جمع المحدثون وغيرهم مؤلفات خاصة بإحكام هذا اليوم العظيم وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه باب فضل صوم عاشورة وساق فيه مجموعة من الأحاديث من أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يعني يوم عاشورة عبد الله بن عباس من الصحابة المكثرين من رواية الحديث وهو من أهل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتقر مطلع على أمور لم يطلع عليها غيره من الصحابة وهو ترجمان القرآن وإمام الأئمة وفقيه الفقهة يصف لنا ويحكي لنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعى يوم عاشورة ويقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ويقصد ويحرص صيام يوم يعظمه ويرفع من شأنه كحرصه على صوم يوم عاشورة رسولنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم الرحمة الرحمة المهدات يحرص ويبالغ في الحرص ويتحرى ويجتهد لإدراك يوم عاشورة وصومه والتعرض لنفحاته يوم يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتضيعه أنت يوم يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهمله أنت يوم يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما بينا ظاهرا وتغفل وتغفل عنه أنت أين التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أين تعظيم الأزمنة التي عظمها نبينا صلى الله عليه وسلم وأكثرنا يعصي ربه في يوم عاشورة وهو يوم من أيام الأشهر الحرم التي يعظم فيها وزر المعاص والذنوب ويتضاعف فيها أجر الطاعات والقربات والحسنات يوم يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صومه وبعضنا يحرص فيه على السحر والشعوذة والزيارة العرافين يبحثون عن القبول في موضعه يبحثون عن المحبة في غير موضعها يرجون الفلاح والنجاة والربح والرزق من السحر والشعودة والذجل التي يضل بها الشيطان في هذا اليوم من يضل من الغافلين يوم يحرص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم وأكثرنا يحرص فيه على اللهو واللعب والطبل والزمر وإزعاج الجيران وإمضاء الوقت في اللهو غير المباح يوم يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعظيمه وصومه والتقرب فيه إلى الله وبعض الناس يمضيه في التراشق بالماء والاعتذاء على الناس بالخضر والبيض وغيرها من المطعمات التي لا يجدها بعض الجائعين في بعض البلدان الماء الذي به حياتنا وطهارتنا نروي به أبداننا وننظف به تيابنا ونزيل به الوسخ والأضران عن إجسادنا ونسقي به بهائمنا وأشجارنا يتلاعب به الناس يتراشقون به بدعوة أنه زمزم وأن الماء في يوم عشراء يتحول في الكرة الأرضية إلى زمزم وهب أنه يتحول من أعطاك الإذن للإصراف والتبذير والتراشق بالماء إنها علامة من علامات السفة والبعد عن تعظيم شعائر الله يوم يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على صومه شكراً لله تبارك وتعالى على ما وقع فيه من أحداث جسام عظام يمضيه بعضنا في إيقاد النيران والركض حولها وإحياء سنن عبدة المجوس ويمضيه بعضهم في اللطم والنياحة وتمزيق الثياب وخدش الأجزاد حزناً على الحسين زاعموا وكذبوا وقبحهم الله فلو شرع الحزن لكان الحزن على موت الأنبياء أولى ولكنهم قوم بهث يوم يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى صومه ويتحرى طاعة الله فيه وبعضنا يمضيه غافلاً لاهياً لا يعير اهتماماً لأي شيء ما لكم كيف تحكمون يوم عشراء أيها المسلمون هو يوم النصر ويوم العزة ويوم العقيدة ويوم التوحيد وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحرى صومه أكثر من غيره من الأيام وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله صيام يوم واحد سويعات قلاء المعدودات تصمها بنية التقرب إلى الله تترك فيها المفطرات الحسية والمعنوية ترتبط فيها بربك تفزع إليه تلتجئ إليه تفر إليه هذا العمل حري أن يغفر الله به وأن يمسح وأن يزيل من صحيفتك ذنوب عام كامل يغفرها ربنا وهو الغفار وهو الغفور سبحانه وتعالى وفي رواية البزار من سام عاشوراء غفر الله له سنة أين الأمة من هذه النصوص في اليوم العاشر من المحرم والناس في غفلات عن هذه الأجور والحسنات من صام هذا اليوم كان له أجر صيام سنة كاملة يوم واحد تصمه لله ترجو رحمته وتخاف عذابه تطرق بابه ومن يغفر الذنوب إلا الله لا تضيع هذا اليوم العظيم تعرض لما فيه من النفحات فإذا صمته لله لا تغرب شمس هذا اليوم حتى تثقل موازين أعمالك فإن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يتقرب إليه بهذه العبادة الجليلة وأريدك أن تعلم أن الذنوب التي تغفر هي الصغائر أما الكبائر والعظائم فلابد لها من توبة توب إلى الله وخلاصة تعريف التوبة والرجوع أن ترجع من الغي إلى الهداية أن ترجع من الغي إلى الرشد ومن الضلال إلى الهداية أن تتواضع لربك ألا ترى الناس يتخطفون من حولك هذا بمرض وهذا بابتلاء وهذا بفضيحة وهذا بمصيبة توب إلى الله ومن تاب تاب الله عليه كذلك الذنوب التي لا تغفر بسم عشر يحقوق العباد الذنوب التي بينك وبين الناس تحلل من الناس قبل أن يأتي يوم لا يذكر فيه أحد أحدا رد المظالم إلى أهلها قبل أن تأخذ من حسناتك وأن تطرح عليك سيئاتهم إذن الذنوب التي تغفر بصوم عشراء هي الصغائر وإن كنت مطهرا من الصغائر بعملي من الأعمال فعلته قبل عشراء فإن صومك يكون سببا لأن تكتب لك سنة كاملة من الحسنات ومن صوم التطوح لأن بعض الناس يظن أنه إذا صام عشراء أو صام عرفة فإن الله يغفر له الذنوب كبيرها وصغيرها ما يتعلق بحقوق العباد وما يتعلق بحقوق غيرهم وهذا مفهوم خطأ لا بد أن تجتنب الكبائر لا بد أن تبتعد عن الربا وشرب الخمر والزنا والعقوق وأذى الجار والغيبة والنميمة والحسد وغيرها من الموبقات خلي الذنوب صغيرها وكبيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى في سينك إلى الله ينبغي أن تبتعد عن الذنوب والمعاصي كما تبتعد عن الأشواك والحفر فالزنا حفرة من سقط فيها هلك والربا حفرة من سقط فيها هلك وهكذا الذنوب كلها تبعدك عن الله تبعدك عن الله عز وجل وتميت قلبك وأخرج الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد البعثة وإمضاء ثلاثة عشرة سنة بمكة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في ربيع الأول وبعد أن مكث فيها رأى اليهود تصوم يوم عاشرة فقال ما هذا سأل اليهود عن سبب صومهم اليوم عاشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشراء بمكة وكان يصوم عاشراء قبل البعثة لأن العرب في الجاهلية أي قبل البعثة كانوا يصومون عاشراء كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وقريش كانت تصوم هذا اليوم لأن هذا الفعل من بقايا دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وقد بقيت بعض الشعائر يعني في المجتمع الجاهلي بقيت عندهم بعض العبادات حافظوا عليها وتمسكوا بها ومنها صوم يوم عاشراء وكانوا قبل البعثة يكسون الكعبة في يوم عاشراء اليوم الذي يخصصونه لكساء الكعبة هو يوم عاشراء فصوم عاشراء كان معروفا عند العرب في الجاهلية ولما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بقي يصوم هو في مكة فلما قادم إلى المدينة ومكث فيها وجاء شهر المحرم وأراد أن يصوم عاشراء وجد اليهود كذلك يصومونه فسألهم عن السبب لماذا تصومون يوم عاشراء فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه إذن يوم عاشراء أيها المسلمون هو اليوم الذي نصر الله فيه موسى الكليم وأغرق فرعون اللعين يوم عاشراء هو يوم الانتصار للمستضعفين هو يوم المعجزات هو يوم الفتح المبين الذي أكرم الله به موسى الكليم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أنا أحق بموسى منكم يوم عشراء هو يوم نصر موسى عليه السلام واليوم الذي شق الله فيه لموسى عليه السلام طريقا في البحر يا عبد الله يا عبد الله ربك جل في علاه شق لموسى طريقا في البحر معجزة عظيمة وكرامة جسيمة ربك جل في علاه سمع نداء يونس وهو في بطن الحود ربك جل في علاه أنقذ إبراهيم عليه السلام من النار بعد أن ألقي فيها أصدق مع الله طار العجب بعض الناس تأمره بتقوى الله ويسألك عن البديل يا أخي اتقي ربك ولا تخف فالذي شق لموسى طريقا في البحر لا يعجزه أن يشق لك طريقا في البر الذي يرزق الطير في جوف السماء والبطن في قعر الماء لا يعجزه أن يرزقك وأنت تأخذ بالأسباب موسى عليه السلام له قصة مع هذا البحر فقد ألقي فيه وهو طفل رضيع صغير لا يدري ما يقع حوله فحملته أمواجه إلى حضن عدوه أم موسى خافت على ولدها من فرعون أمرها الله وأوحى إليها وقذف في قلبها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أمر لا يقبله عقل كيف يمكن للأم أن تلقي ولدها في البحر تخاف عليه وتؤمر بإلقائه في البحر والبحر كله مخاوف أمواجه تفزع صوته يرعب عمقه مظلم كيف لأم أن تلقي ولدها وفلد تكبدها في البحر لكنها أم مؤمنة لا تعصي ربها آمنت بالله وامثثلت لأمره فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين خافت من فرعون على ولدها فألقته في البحر فساقته الأمواج إلى حضن فرعون أخذه الله إلى مكان الأمان بعض الأمور في ظاهرها قد تبدو لك مذرة وينافعة فلا تعترض على ربك ولا تظن أن عقلك يمكن أن يحيط بكل شيء ساقت الأمواج إلى قصر فرعون فالتقطه آل فرعون اللامه هنا للعاقبة والصيرورة ليكون لهم عدوا وحزنا التقطوه في صغره وهم لا يدركون أن زوال ملكهم ونهاية بطشهم وجبروتهم سيكون على يديه وبعد مرور سانوات سيتجدد اللقاء مع البحر بعد أن أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أمره الله أن يخرج ببني إسرائيل وأن يهاجر وأخبره أن فرعون سيتعقبه وأخبره أن فرعون سيخرج على أثره وسيحرس على الإمساك به والقضاء عليه لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء الله الله هو الذي يسير الكون برا وبحرا ولا يخفى عليه ظلم الظالمين ولا يخفى عليه أنين المرضى والموجوعين والمفجوعين وهو حكيم جل في علاه إنكم متبعون فجمع فرعون حاشيته وأعوانه وقد وصف الله هذا المشهد بقوله فأتبعوهم مشرقين في وقت شروق الشمس بعد أن أنضى موسى الليلة كله ماشيا مع بني إسرائيل فارا هاربا بدينه أهرب بدينك من الفتن لا تتعرض للهلاك أهرب بدينك كما هرب موسى عليه السلام بدينه وعقيدته هاجر إلى الله كما هاجر نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته ابحث عن أصدقاء ينفعونك في دينك ودنياك لا تكن سلبيا لا تكون كثير الشكوى قليل العمل إذا أردت تغييرا فابدأ بنفسك دعونا من الشعارات والأمان نبغي أن نكون عمليين أول سبب من أسباب التغيير الرجوع إلى الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فأتبعوهم مشرقين فلما طرى الجمعات وصل موسى عليه السلام إلى مكان لا منفذ فيه ولا مهرب البحر أمامه وفرعون وراءه موسى عليه السلام مع المؤمنين المستضعفين من بني إسرائيل صار كل فريق يرى الفريق الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون أيقنوا أنهم قد وقعوا في قبضة فرعون لأن البحر أمامهم والعدو خلفهم هذا كله وقع بعد شروق يوم عاشراء وأنت تصوم هذا اليوم إن بغي أن تستحضر هذه المعاناة التي عاناها نبي الله موسى ومن معه وأن تستحضر عاقبة التقوى ونهاية الظالمين قال أصحاب موسى إنا لمدركون مشهد عظيم توجل من القلوب وترتعد من الفرائس البحر بأمواجه المطلاطمة أمام وجهك والعدو الذي لا يرحم العدو الذي قتل الأبناء وذبها واستعبد واستضعف الظالم الطاغية خلفك ليس بينك وبينه حجاب قال أصحاب موسى إنا لمدركون موسى عليه السلام من أولي العزم يرى بنور الله يرى الأمور بميزان الوحي لا يراها بميزان القوة المادية لا يراها بميزان العقل المجرد الله أمره أن يخرج ببني إسرائيل وأخبره أن فرعون سيخرج على أثره فهو موق أن الله سيجعل له مخرجا ولابد لا يمكن أن تزعزع صاحب العقيدة عن عقيدته ولو قطع بالمناشير صاحب العقيدة الصحيحة لا يهاب قتلا ولا موتا ولا سجنا ولا عدوا قلبه ممتلئ بالخوف من الله لا مكان في قلبه للخوف من مخلوق إذا امتلأ قلبك بطعظيم الله أصبحت لا ترى إلا بنور الله قال أصحاب موسى إنا لمدركون فأجاب بيقين وثبات كلا يستحيل لا يمكن حرف ردع واستنكار كلا إن معي ربي سيهدي في أحلك الظروف في أصعب المواقف في شدة لا يثبت فيها إلا الرجال يجيب بهذا الجواب بعزة وشموخ إن معي ربي الله معي سيهدي سيجعل لي مخرجا من هذا الضيق وسيهديني إلى طريق الخلاص فأوحينا إليه انظروا إلى هذه الفاء التي تفيد الربط والاتصال والفورية مباشرة جاء الجواب بعد اليقين يأتي الفرج ومن يتق الله يجعل له مخرجا بعض الناس إيمانهم ضعيف يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل يغيرون مبادئهم منافقون جبناء لا يستحقون أن يلحقوا بهذا الركب من أهل الصلاح والديانة فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق هذا البحر هذا البحر آية من آية الله حاجتنا إليه كحاجتنا إلى الطعام الذي نأكله والهواء الذي نستنشقه أو دع الله فيه من الخيرات والكنوز والجواهر واللآل والغازات والمعادن تشقه السفن المحملة بالمضائع هذا البحر مأمور أوحى الله إلى هذا البحر أن ينفلق فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم جبل من الماء عن يمين موسى وجبل من الماء عن يساره شق الله له طريقا في البحر كالطوض العظيم كالجبل العظيم من الماء وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا لَآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فكان بني إسرائيل يصومون يوم عاشراء شكرا لله على نجاة موسى وكان موسى عليه السلام يصومه يشكر الله الأنبياء أكثر الناس صلاة وصوما ونفقة وتواضعا وكرما وجودا خيرة خلق الله موسى عليه السلام لم تزده هذه المعجزة إلا طاعة لله وتقربا إليه فصامه موسى نبي الله يصوم عاشراء حديثنا قديمة شكرا لله تبارك ماذا فعلت أنت لتشكر الله على ما أكرمك به من نعم ياك أن تظن أن الشكر فقط بالقول والكلام واللسان الشكر الحقيقي هو الذي يكون بالجنان بالقلب تشكر الله بقلبك وتوقن أنه أعطاك أكثر مما تستحق تشكر الله بلسانك فلا تتسخط ولا تعترض بعض الناس يعترض على الجو يعترض على المناخ يعترض على الأرزاق يعترض على الأولاد يعترض على الله في كل شيء غبي لا يدرك حكمة الله ويعترض على الله أن تشكر الله بلسانك وأن تشكره بجوارحك أن توظف النعم التي أنعم الله بها عليك في طاعته أكرمك الله هكذا في كل النعم فصامه موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه إذن هذه هي قصة عاشراء وهذا هو سبب صومه والحرص عليه فهو يوم الانتصار لأهل الإيمان والتوحيد ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يحرصون فقط على صومه بل كانوا يصومون صبيانهم في يوم عاشراء صبيان الصحابة يصومون عاشراء وأنت يا صاحب الأربعين تغفول عن هذا اليوم العظيم صغار الصحابة فتيانهم شبابهم يتنافسون في صوم هذا اليوم ونحن نفطر فيه على المحرمات والسجائر والمخدرات التي عطلت الطاقات وضيعت الأموال والأوخات في حديث الربيع بنت معود قالت كنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا تقصد يوم عاشراء ونذهب بهم إلى المسجد صغار الصحابة كطرعرع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أطفالنا من بيوت الله نذهب بهم إلى المسابح إلى الملاعب إلى المنتزهات وهذا مشروع بضوابته ومطلوب لكن من منا يأخذ بيد أولاده إلى بيت الله ليصلوا مع الجماعة ويتعلموا آداب المسجد وأحكامه قل من يفعل ذلك غفر الله لنا تقصيرنا وتفريطانا في أولادنا قالت ونصومه صبياننا فإذا بكى أحدهم على الطعام يعني نجعل له اللعبة من العهم ونعطيها له حتى يكون وقت الإفطار في زماننا بقيت اللعب في عاشراء لكن الصوم قل من يلتفت إليه خصوصا تعليم الأطفال الصوم في يوم عاشراء ومن الأفضل لمن أراد أن يصوم هذا اليوم أن يصوم اليوم التاسع فقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم سنة هم بها ولم يفعلها لأنه مات صلى الله عليه وسلم قال لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر فاحرص أيها المؤمن أيها الموحد أيها المحب لأنبياء الله ورسله على أن تصوم يوم عاشراء فإن صمته وحده فذلك خير وبركة وإن أضفت إليه اليوم التاسع فذلك تمام الأجر وكمال السنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يشفي مرضانا وأن يعافينا وأن يحفظ بلدنا وسائر بلد المسلمين وأن يعجل رفع الوباء على الأمة والبشرية في مشارق الأرض ومغاربها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة